البخاري في صحيحه المجلد الرابع من هذه الطبعة صفحة 1750 كتاب الحيل باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوجة والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وآله في ذلك رقم الرواية 6972 ينقل عن عائشة يقول قالت اختصر الرواية كان رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا كلمة وآله مني يحب الحلواء ويحب العسل وكان اذا صلى العصر اجاز على نسائه فدخل على حفصة فاحتبس عندها اكثر مما كان يحتبس يعني بقي عندها مدة اكثر مثلا النبي عند كل زوجة كان يبقي خمس دقائق عند حفصة بقي عشر دقائق فسألت عن ذلك لماذا النبي بقي اكثر فقال لي اهدت امرأة من قومها عكة عسل عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وآله منه شربة حفصة كما في هذه الرواية كانت تعطي النبي صلى الله عليه وآله العسل فالنبي كان شوية اكثر يمكث في بيتها فقلت يعني عائشة اما والله لنحتالن لح هذه الرواية ايضا مذكورة في باب الحيل فذكرت ذلك لسوده طبعا سودة المسكينة ما اله في هذه القضية لا ناقة ولا جمل هذا اقحام في القضية جر الرجل سودة الى هذه المؤامرة في بيت النبي صلى الله عليه وآله هذا ما الى واقعية وما الى حقيقة سودة دخلت في ضمن المؤامرة على النبي صلى الله عليه وآله طبق هذه الرواية قلت إذا دخل عليك يعني على سودة فإنه سيدن منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير المغافير صامغ شجرة وهذا الصامغ فيه رائحة كريهة فسودة طبق هذه الرواية المكذوبة فسأقول ليش أن هذه الرواية المكذوبة لأنه صحيح البخاري يتناقض مع ذاته في مكان آخر فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير هذا الصامغ صامغ شجرة سائل يخرج من شجرة فيها رائحة كريهة فإنه سيقول لا أنا ما ماك المغافير فقولي له ما هذه الريح أكو هنالك رائحة غير طيبة هذه رائحة ماذا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يشتد عليه أن يوجد منه الريح النبي صلى الله عليه وآله كان دائما في قمة النظافة وكان يحب دائما أن تكون عنده رائحة طيبة فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل هذا عسل هذا ما كان مغافير فقولي له من هذا تقول عائشة بنقل صحيح البخاري تتآمر ويا سودا فقولي له جرست نحله العرفط جرست يعني لحست هذا النحل اللي أنتج هذا العسل رايح على شجرة العرفط وماكل من تلك الشجرة يعني ماكل مغافير العرفط فإلي ياكل هذا العسل تخرج من فمه رائحة المغافير فقولي له جرست يعني لحست نحله يعني نحل هذا العسل العرفط هذا الشجر اللي صمغه المغافير وسأقول ذلك أيضا عائشة تقول عندما النبي يجي عندي أيضا نفس الشيء أقول له يعني حتى المؤامرة تكون محبوكة وقوليه أنت يا صفية صفية المسكينة أيضا دخلت في المؤامرة طبق هذه الرواية المتناقضة فثلاثة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله طبق هذه الرواية تآمرنا على الكذب ضد النبي صلى الله عليه وآله عائشة وسودة وصفية طبعا هذا يكذبه القرآن لأن القرآن يخاطب مرأتين ما يخاطب ثلاثة وين الثالثة إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تتوبى تتوبى ضمير شنو تثنى فمو ثلاثة كانوا نين كانوا هذا فد واحد إقحام في القضية وإن تظاهر عليه يعني تتعاون ضد النبي صلى الله عليه وآله واحد يحمي ظهر الثاني فإن الله هو مولاح في آخر هذه السورة الله تعالى يقول امرأة نوحا وامرأة لوط اثنين مو ثلاثة فشلون صاروا ثلاثة فلما دخل على سودة النبي صلى الله عليه وآله قلت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كت أن أبادره بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب النبي يم الباب أنا كت على هذا البعد أن أقول هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وآله فرقا منك جواب الحاشية كاتب علة المبادرة أي خوفا منك يعني هل قد الرهبة تملكت سودة اللي منتظرت النبي يجي يمها حتى تقول له هذه الكلمة من يم الباب رادت تقول له هذه الكلمة التي لقنتها عائشة فلما دنا رسول الله قلت يا رسول الله أكلت مغافير قال قال لا قلت فما هذه الريح أك رائحة غير طيبة قال سقتني حفصة شربة عسل قلت جرست نحله العرفط فلما دخل يعني على عائشة قلت له مثل ذلك يا رسول الله أكلت مغافير ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي به بعد ما أكل هذا العسال تحريم يعني التزام نفسي بأن النبي صلى الله عليه وآله لا أكل من هذا العسال هذا هو تحريم الحلاء إذا واحد قال أنا بعد ما أشرب شاي حرام هذا هذا محرام قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمنا سوينا مؤامرة وحرمنا النبي صلى الله عليه وآله من أكل العسال قالت يعني عائشة قلت لها أسكتي حتى المؤامرة تظل خفية صحيح البخارية ناقض نفسه في المجلد الثالث كتابه تفسير القرآن رقم الرواية أربعة آلاف وتسعمية واثنعش عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ديش الرواية شنو تقول عند حفصة هاي الرواية تقول عند زينب ويمكث عندها شوية يطيل البقاء فواطأت أنا وحفصة في ديش الرواية حفصة كانت ضحية المؤامرة في هاي الرواية حفصة طرف المؤامرة في ديش الرواية ثلاثة متآمرات أكو في هاي الرواية ثنين متآمرات أكو وفي كتاب واحد وهو كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى من اللي دا يتناقض ويا نفسه عائشة دا تتناقض ويا نفسه أو صحيح البخاري دا يتناقض ويا نفسه أو الذين يقولون كل ما في البخاري صحيح هم الذين يتناقضون مع أنفسهم من اللي دا يتناقض فواطأت يعني تآمرت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فالتقوا له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير قال لا ولكن كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة الجحش فلن أعود له وقد حلفت هاي كلمة حلفت تدل على أن تحريم الحلال كان من النوع الثاني من الأنواع الثلاثة التي ذكرناها لا تخبري بذلك أحدا هاي الرواية الثانية الرواية الثالثة ملابس أن نقرأها ابن عباس يقول مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له ابن عباس يريد يسأل الخليفة عن آية من كتاب الله ولكنه يهابه ويخافه حتى خرج حاجة فخرجت معه فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت له يا فلان من اللتان تظاهرة على النبي من أزواجه وإن تظاهرة عليه ذول منهم فقال تلك حفصة وعائشة قال فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك حتى هذه هي الرواية الثالي